موسيقى خطيئة عمل إثم عمل زنوب لكن هذا الشخص يعتبر بلا لوم كأنه بلا لوم يبرر فهي الفكرة مختلفة تماما يعني لحيثت برضو في الكتاب المقدس أنه في كلمتين لبر في اليوناني في كلمة طبعا أنا يعني حقول الكلمة اليونانية وطبعا تقدر تصلح لي لو أنا بانطقها غلط لأن أنا درست اليوناني مش في الفصل لكن درسته أونلاين فبالتالي لابد أتعلم نقط اللغة اليونانية لكن أتعلمت اللغة اليونانية ديكيو سيني أو ديكيو سيني دي بيقصد بيها البر بالمفهوم المجرد أو المفهوم المقامي أو المفهوم قدام الله أو مكانتي يعني إيه بكل بساطة البر اللي هنا بيكلم عنه كلمة دهيات في اللغة اليونانية هي عبارة عن إننا إنسان خاطي إنسان عندي أثام عندي معاصي بارتكب خطايا وواحد إنسان بلا خطايا ده أخذ مكاني فأنا بقيت بار وهو بقى وهو بقى اللي محكوم عليه بوجرة الخاطية ده فهو البر المقامي هو مقامي أنا قدام الله عشان كده ما بنيجي كان يفسروا الحتة ده هايات كتير من المفسرين يقولوا إن البر ده عمل إيه يعني إيه الإنسان يتبرر من خلال عمل المسيح إن المسيح ما بنيجي نقبله من خلال إن أنا باجي بتوبة أمام الصليب وأقول له يا رب أنا بسلمك حياتي أو بسلمك قلبي أو عايزك بقبل عمل الصليب وبقبل إنك أنت دفعت أجرة الخطية عني فبيعمل إيه إن أنا بتخفر لي خطيتي وبيلبسني كمان يعني مش بلبس رداء البر وثوب الخلاص فبيقف المسيح ما بيني وما بين الله الله يراني من خلال المسيح فيرى بر المسيح قداسة المسيح إنه بلا لوم وبلا خطية وأنا ببقى مستخبية فيه وهي دي فكرة كلمة البر اللي هو البر المقامي لو مقامي أنا أمام الله إن أنا ببقى كأني بلا خطية موسيقى اشتركوا في القناة